أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل أن يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه أما بعد فيسر مؤسسة معالم السنن أن تقدم لكم سلسلة بعنوان شرح سنن أبي داود لفضيلة الشيخة الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين أما بعد يقول المؤلف الإمام أبو داود سليمان ابن الأشعث السجستاني في سننه الشهيرة المعروفة لا يحتاج تعريف بها لا سيما عند أمثالكم من طلبة العلم وليس هذا هو الدرس الأول أو الثاني إنما هو درس بعد انقطاع بعد انقطاع ثلاثة أشهر يستأنف في هذا اليوم كدرس شهري يشرح في كل درس خمسة أحاديث ستة أحاديث حسب التيسير وحسب طول الأحاديث وقصرها وكثرة مطالبها وقلتها على طريق أو على طريقة مضى نظائرها من الإيجاز لأن الدروس متباعدة والمدة قصيرة والكتاب طويل يعني خلال العام المنصر أثنين وخمسين حديث مضى خلال العام وفي تسعة دروس ثنان وخمسون حديثا مضت ولعل الله أن يسر أن تغير هذه الطريقة إذا تغيرت الظروف والأحوال نزيد في الدروس حسب التيسير إن شاء الله تعالى وإلا ما لا يدرك كله لا يترك ولو اليسير منه والله المستعان يقول رحمه الله تعالى باب السواك من الفطرة باب السواك من الفطرة الفطرة أصل الخلقة التي فطر الله الناس عليها وخلقهم عليها وطلبها منهم في الحديث عشر من الفطرة جاء في بعض الروايات من السنة عشر من السنة مما يوجه تفسير الفطرة بالسنة لأن أولى ما يفسر به الغريب من القرآن ما جاء في القرآن وأولى ما يفسر به غريب السنة من السنة فإذا جاء في رواية ما يبين المعنى حملت عليه لأن السياق واحد نعم قد يكون لللفظ الواحد أكثر من حقيقة شرعية يريد لفظ ويرد نفس اللفظ في موضع آخر والمعنى مختلف والسياق هو الذي يحدد ومضى له أمثلة يعني من أوضح ذلك الإفلاس والمفلس جاء في الأحاديث الصحيحة أن من وجد ما له عند رجل قد أفلس فهو أحق به ومعنى الإفلاس هنا يختلف عن ما جاء في الحديث الصحيح أتدرون من المفلس فهذه حقائق متنوعة لشيء واحد جاءت بالسنة ما نقول نفسر هذا بما فسرنا به ذاك حسب ما مضى الحديث فيه وأن أولى ما تفسر به السنة السنة لأنه جاء تفسير السنة في هذا الموضع بتفسير مخالف لهذا اللفظ في موضع آخر وكلها صحيحة في مواضعها قال رحمه الله حدثنا يحيى بن معين الإمام الجهبذ النقاد الخبير إمام الجرح والتعديل جبل من جبال الحفظ والنقد في السنة من الجهبذ الذين يسرهم الله جل وعلا وخلقهم لخدمة هذا العلم والذب عنه والذود عنه قال حدثنا وكيع وهو بن الجراح لإمام الثقة العابد الزاهد المعروف عن زكريا بن أبي زائدة عن مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن ابن الزبير حديثنا لا نحتاج إلى النظر في إسناده لأنه مخرج في صحيح المسلم والمخرج عند الجماعة إلا البخاري فهو صحيح عن ابن الزبير عن عائشة كذا ابن الزبير والمراد به عبد الله وهذا هو الموجود في كتب الأطراف والنسخ الصحيحة الموثقة وجد في بعض النسخ عن أبي الزبير وضبب عليه بعض أهل العلم وصححه بعض لكن الصحيح المعتمد أنه ابن الزبير عبد الله بن الزبير وإن كان أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس من رجال مسلم من رجال مسلم لكن يبقى أن الصواب في سياق هذا الإسناد عبد الله بن الزبير عن خالته عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة عشر من الفطرة يعني عشر خصال في بعض الأحاديث خمس ويزاد في بعضها بعض الخصال وتوجد في بعض الأحاديث دون بعض وهذا ليس باكتلاف تضاد بحيث نطلب ترجيح بعضها على بعض فالنبي عليه الصلاة والسلام يخبر بشيء ثم يوحى إليه بقادر زائد ثم يخبر به يعني كما قيل في حديث صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة وفي حديث ابن عمر بسبع وعشرين ما نحتاج لأن نرجح بين هذه الروايات لأنه قد يكون عليه الصلاة والسلام أخبر بالخمس والعشرين ثم زيد في فضل الجماعة إلى سبع وعشرين وكلام أهل العلم على ما سيأتي في موضعه في توجيه الروايتين معروف منهم من يقول السبع والعشرين لمدرك الصلاة كلها مع الجماعة والخمس والعشرين لمن فاته بعضها ومنهم من يقول حسب حضور القلب فمن حضر قلبه في جميع صلاته تفضل صلاته على غير بسبع وعشرين ومن فاته شيء من حضور القلب ينزل إلى خمس وعشرين وهكذا منهم من يقول سبع وعشرين للأعلم الأخشع والخمس والعشرين من كان بضد ذلك على كل حال هذه أمثلة على أعداد جاءت به السنة متفاوتة في شيء واحد حسب تفاوت الزمان الذي حصل به التحديث أو الظروف التي تحكم المكلفين عشر من الفطرة فسرت الفطرة بالخلقة كما تقدم فسرت بالسنة كما جاء في بعض الأحاديث وفسرت بالدين وكل هذه يمكن اجتماعا ولا تضد فيها ولا تناقص في شرح الخطاب قال فسر العلم الفطرة في هذا الحديث بالسنة وتأويله أن هذه الخصال من سنن الأنبياء يعني سنة محمد ومن قبله من الأنبياء قالوا أول من أمر بها إبراهيم عليه السلام وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات قالوا هذه العشر فلما فعل هذه الخصال قال إني جاعلك للناس إماما وتأويله أن هذه الخصال من سنن الأنبياء التي أمرنا أن نقتدي بهم في قوله سبحانه فبهداه مقتده هارون عليه السلام من الأنبياء الذين ورد ذكر في سياق فبهداه مقتده من سنته مثلا اللحية لا تأخذ برأسي ولا بلحيتي يعني هذا على سبيل الاستدلال لبعض المسائل الأمور التي تؤيد مثل هذا الكلام قال وأول من أمر بها إبراهيم صلى الله عليه وذلك في قوله تعالى وإذ بثلاء إبراهيم ربه بكلمات فأتم قال ابن عباس أمره بعشر خصال ثم عده فلما فعلهن قال إني جاعلك للناس إماما أي ليقتدى بك ويستن بسنتك وقد أمرت هذه الأمة بمتابعته خصوصا وبيان ذلك في قوله جل وعلا ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة وكان مما قيل أن هذه السنن كانت مفروضة على إبراهيم مبتلي بها يعني أنها ألزم بها وأما في حق غيره سنة لكن على ما سيأتي بعضها واجب وبعضها سنة عشر من الفطرة قص الشارب قص الشارب وجاء الأمر بإحفائه وجاء الأمر بمخالفة المجوس الذين يعفون شواربهم ويطيلونها ويقصون لحاهم ويحلقونها معلأسف كثير من المسلم لو قيل أن أكثر المسلمين معلأسف الشديد على مشابهة المجوس هذا ما يوصف له أوامر صحيحة صريحة كل هذا من التساهل خالف المشركين خالف المجوس يقول معترض الآن اليهود يعفون لحاهم يعفون لحاهم لماذا لا نخالفهم رد عليه واحد من طلاب العلم أولا الرد ما هو شرعي لكنه بالنسبة له مسكت قال إذا عفوا كلهم أنهم لم يوم شرعي العبرة بما جاء في شرعنا العبرة بما جاء في ديننا عن نبينا عليه الصلاة والسلام وقدوتنا لكن بعض الناس يتلمس هذا بتقول خالف اليهود خالف المشركين خالف كذا إذا فعلوا نعفي نحلق إذا لا عندنا شرع ولن يتفق اليهود على فعل سنة من سنننا لأننا أمرنا بمخالفتهم على لسان من لا ينطق عن الهواء قص الشارب وجاء عند النساء حلق الشارب لكن روايات القص أكثر وأجاز الحلق أمه أبو حنيفة والشافعي وأحمد وكرهه مالك كراهية شديدة حتى أنه قال مثله ومدام جاء في الحديث ليس لأحد إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل مع أن حديث القص أكثر وا استروح بعض أهل العلم إلى أنه يفعل هذا أحياناً وهذا أحياناً أحياناً يقص وأحياناً يحلق للعمل بالنصوص كله أما اللحية إعفاء اللحية وهو تركها على طبيعتها وإرسالها من غير تعرض له هذا الإعفاء هذا إعفاء اللحية والنبي عليه الصلاة والسلام كان كث اللحية وكانت تعرف قراءته من خلفه باضطراب اللحية عليه الصلاة والسلام فلا يجوز التعرض لها نعم جاء عن ابن عمر أنه كان يأخذ ما زاد على القبضة لكن هذا في النسك متأولاً قوله جل وعلاً محلقين رؤوسكم ومقصرين الواو هذه للجمع فإذا حلق رأسه أشبك يقصر ما يبقى لللحية الواو عنده للجمع ليست للتقسيم أو التنويع لا هذا رأيه وذكر عن أبي هريره وبعض الصحابة وبعض السلف وجاءت نقول عن الأئمة وفي كتب أتباعهم من هذا تجويز أخذ ما زاد على القبضة لكن ماذا عندنا القدوة عليه الصلاة والسلام إذا أخذ ما زاد على القبضة يرى اضطراب اللحية من الخلف يرى ما يرى لا يمكن والنبي عليه الصلاة والسلام عمله هو الأصل يحكم به على غيره ولا يحكم بغيره عليه هو المرجع فردوه إلى الله والرسول توجد نقول كثيرة في كتب الفقهة وهناك حملة شنيعة ومسعورة على اللحية ليست في الزمن الحاضر فقط يعني في كتب الأدب جعلوا المقياس لضعف العقل طول اللحية هذا موجود في كتب الأدب لكن ليست بعبرة تمأمور بإعفاء اللحية الله جل وعلا ابتلاك بها يعني قد تكون مؤذية أحياناً لكن مسألة مسألة الدين ما هي مسألة هواء وهي جمال الرجال والفرق بينهم وبين النساء لا والذي جمل الرجال باللحى تقول عائشة والنساء بالذوائب لكن لا هذا ولا هذا تشوف النساء مثل الرجال شعوره أن تقص حتى لا يبقى منها إلا ما يشبه شعر الرجل والرجل يحلق لحيته كالمرأة مع الأسف لأن كل وقت كل ظرف له مقيسه يعني في دنيانا لا شك أن اللحية جمال للرجال قد يقول قائل لو كانت جمال كانت لأهل الجنة أهل الجنة لهم لحى ولا ما لهم لا ألوانهم بيض وليس لهم لحى النونية لابن القيم لكن المقيس هنا تختلف عن المقيس هناك نحن نتديم بنصوص بغض النظر عما عداها بغض النظر عما عداها ما وجد حلق اللحاء إلا عندما اختلط المسلمون بالكفار في الاستعمار كفار غزوا المسلمين في قعر قعر دورهم وصاروا من باب اقتداء المغلوب بالغالب يتشبهون بهم ويرون هذا هو الكمال والتقدم والحضارة والله المستعان صار نسي تساهل حتى وجد مع الأسف من أهل العلم من يحلق وصار يروج للقول بأن إعفاء اللحية سنة من باب أنها من سنن الفطرة من سنن الفطرة قالوا سنة ونزلوا اللفظ على المعنى الإصطلاحي للسنة وأن فاعله لا يعاقب هذا الألفاظ الإصطلاحية قد تخالف ما جاء في النصوص وفي أقوال المتقدمين قد يطلق المتقدمون أن هذا العمل سنة ويريدون به أو يقولون مكروه يريدون بذلك كراهة التحريم كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروه وفيه عظائم الأمور فيما ذكر مما تعود إليه إشارة ذلك عظائم الأمور تبذكر مكروه بعد لا يأسا فاعله يعني ما جاء في سورة الإسراء ما يمكن أن يقال هذا فالسياق هو الذي يدلنا على مراد الشرع بالحكم في هذه القضية إعفاء اللحية هو تكسيرها وإرسالها جاء في قولي جل وعلا حتى عفوا يعني كثروا والسواك وهذا هو الشاهد من الحديث والسواك هذا هو محل البحث فهو من سنن الفطرة تقدم الكلام فيه وفيه فوائده ووقت استعماله وغاسله وتطييبه مضى كثير من أحكامه وهو مطهرة للفم ومرضاة للرب وفيه القصار التي تقدمت في الدرس الماضي فلا نحتاج إلى إعادتها وجد في بعض كتب الحنفية أن السواك مشروع للرجال دون النساء لضعف أسنانهن لكن هل مثل هذا الكلام يعارض به النص الذي يطالب الرجال يطالب النساء بما طولب به الرجال وهن شقائق الرجال وعائشة في الحديث الذي قبل هذا تقول كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يستاك فيعطين السواك لأغسله فأبدأ به فأستاك فأبدأ به ثم نقول النساء أسنانهن ضعيفة لكن هل هذه حقيقة في فرق بين أسنان رجل سنان المرأة ما يظهر في فرق وهن الآن يستعملن من الآلات والأدوات والمنظفات لأسنانهن ما هو أشد من السواك فهذا الكلام لا وجه له فالمرأة كالرجل يندب لها الاستياك عند كل وضو وعند كل صلاة وعند تغيير الفم وعند الاستيقاظ من النوم إلى غير ذلك مما يستحب فيه الاستياك حتى الصائم بعد الزوال يسن له الاستياك لعموم الأحاديث وما جاء في الحديث إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي هذا ضعيف جدا لا يعمل به وما جاء من التعليل بأنه يزيل خلوف الفم الذي هو أطيب عند الله من المسك هذا أيضا تعليل عليل لأن الخلوف لا ينبع من الفم ينبع من المعدة وثبت أنه عليه الصلاة والسلام كان يستاك وهو صائم والسواك والاستنشاق بالماء والاستنشاق بالماء يعني عند الوضوء والاستيقاظ من النوم لتنظيفه وجاء الأمر بالمبالغة في الاستنشاق وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما لأن الأنف منفث إلى الجوف فدخول مع الأنف يفطر الصائم وأنتم ترون في مستشفيات المرضى حينما لا يستطعون الأكل يوصل إليهم ما يغذيهم عن طريق الأنف فهم أنفث والاستنشاق بالماء وهم من واجبات الوضوء سيأتي بيانه مع المضمضة والخلاف فيه هل هما واجبان في الطهارتين أو في الكبرى دون الصغرى أو الواجب لاستنشاق دون المضمضة سيأتي إن شاء الله الكلام في هذه المسألة بأدلتها وقص الأظفار 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 اليدين والرجلين تقص كلما طالت لأنها يجتمع فيها الأوساخ فتقص وهي من سنن الفطرة بحيث لا تترك حتى تطول ولو تعاهدها المكلف كل أسبوع كان أحسن لأنها تطول بسرعة أكثر أسرع من الشعر وحد النبي عليه الصلاة والسلام لحلق الشعر فيما يطلب حلقه النطف الإبط والعانة وأشبه ذلك بأن لا يزاد تركها على أربعين يوما كما بالحديث عند مسلم وغيره وأما بالنسبة للأذفار أظنها لو تركت إلى الأربعين طالت طول فاحشا وقص الأذفار وغسل البراجم جمع برجمة وهي العقد التي على ظهور الأصابع العقد التي على ظهور الأصابع لأنها إذا بسطت اليود اختفت ما بين هذه البراجم وقد يجتمع فيها شيء من الوسخ أو لا يصلها الماء المقصود أنه جاء النص على غسلها والمقصود من ذلك تعاهد كل ما يتوقع أن لا يصله الماء أو اختفي فيه شيء من الوسخ وهذا من عناية هذا الدين العظيم بالنظافة بدءا من الاستنجا مرورا بالوضوء وإحسان الوضوء والاغتسال للحي والميت هدين هدين النظافة في أمريكا كافر أسلم من غير دعوة ما دعي إلى الإسلام وأسلم خيل ما السبب قال أنا غسال ذكر عن نفسي أنه غسال يغسل الثياب فإذا جاءت ثياب المسلمين إذا روائحها طيبة وبالعكس إذا جاءت ثياب الكفار حتى من أهل الكتاب إذا روائحها قبيحة لأنهم لا يستنجون فأسلم وديننا دين الفطرة وهذه الأمور من الفطرة البراجم هي العقد وما بينها ما بين هذه البراجم تسمى الرواجب الرواجب ونتفو الإبط ونتفو الإبط يعني نتفو شعره على تقدير مضاف نتفو شعر الإبط وهذه السنة أنه ينتف ليزال الشعر من جذوره ومن أصوله لأنه إذا بقي فيه شيء بقي تبعا لذلك شيء من الروائح الكريهة الناتجة عن العرق وما يجتمع معه من أوساخ لكن إذا شيلت من أصولها وانترون الشعر إذا نتف في أصله شيء من يشبه الزيت إذا بقي الأصل بقي معه هذا الشيء بقي فإذا نتف فالنتف لا شك أنه هو الأصل لكن بعض الناس قد لا يستطيع النتف وحينئذ يكتفي بالحق لا يستطيع النتف ولا دخل المزني على الشافعي وعنده المزين يحلق إبطه فقال إمام الشافعي هذا يتداول الشافعية في كتبهم يعني ما قال الشافعي إني لأعلم أن السنة النتف لكني لا أطيقه وهذا إنما يطاق بالتمرين الشعر إذا عتيد نتفه سهل الأمر قد يكون في أول الأمر صعب لكن إذا عتيد سهل وبعض الناس إعتاد نتف اللحية أو مواضع منها ويغفل ويسترسل في ذلك ثم إذا خرج أو رأى نفسه له في وضع المحرج لكنه تعود على ذلك وسهل عليها الأمر وبعضهم يأتي عليها حتى تنتهي ثم يبتلى باسترخاء الشعر وأنه يسقط لأدنى سبب فالمسألة مسألة التعود وعلى كل حال المشقة تجلب التيسين إذا عجز عن النتف فالمطلوب الإزالة وإذا لم تمكن الإزالة في التخفيف سواء كانت بالنتف أو بالنورة أو بالحلق إذا لم يتيسر وحلق العانة العانة مراد بها الشعر الخشن الذي ينبت حول قبل الرجل وفرج المرأة هذه تحلق السنة فيها الحلق والاستحداد استعمال الموسى الذي هو من الحديد في إزالة شعر العانة هذا والاستحداد ولا يقال أنها مثل الإبط تنتف لا هذه السنة فيها وحلق العانة وانتقاص الماء وانتقاص الماء يعني الاستنجاء بالماء انتقاص الماء يعني الاستنجاء بالماء سود الماء الخارج من الإنسان من البول ينتقص معنا أنه يزال بالماء على هذا التأويل يعني الاستنجاء وبعضهم يرويه بالفاء انتفاص وبعضهم يرويه بالضاد انتفاض ويقولون المراد به النضح نضح الماء على الفرج لإزالة الوسوسة نضح الماء على الفرج لإزالة الوسوسة قال مصعب وهو ابن شيبة الراوي ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة نسيت الخصلة العاشرة قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك والاستنشاق وقص الأظفار وغسل البراجم ونتفو الإبض وحلق العانة وانتقاص الماء هذه تسع قال ونسيت العاشرة يعني الذي ينس واحدة من عشر ضابط إلا ما هو ضابط ضابط ما يخل بالحفظ يعني ما يضعف بسبب هذا في كتب الأدب يقول حدثني الأعمش عن بعضهم بثلاث غصال نسي الأعمش واحدة ونسيت الثانية والآن لا أذكر الثالثة هذا حافظ لكن واحدة من تسأل لأن عندهم مقاييس لضبط الرجال ليس المفترض في الراوي الثقة أنه لا ينس شيء وإمام أحمد ومن يعرى من الخطأ والنسيان النسيان لابد منه جبل لكن مقل مكثر فمن كان صوابه أكثر من خطأه ومن يوافق غالبا ضد ضبط فضابط أو نادرا فمخطي والفقهاء والأصيريون ينظرون بالنسبة إذا كان الصواب أكثر صار ضابط يعني بنسبة خمس وخمسين بالمئة يسمونه ضابط لكن عند أهل الحديث ينظرون إلى الصواب دون النظر إلى الخطأ يعني من أخطأ في ألف حديث بمئة حديث مئتي حديث كثيرة بالنسبة لأهل الحديث كثيرة نخطئ في مئتي حديث ولو كانت الخمس بعضهم يستروح إلى السبوع وظن هذا ذكر في ترجمة الطيالسي هذا نسي خصلة من عشر ما تضر هو لن تضيع على الأمة الأمة معصومة من ضياع يعني بكاملها من ضياع شيء من دينها فما فات على فلان يحفظه فلان ولا والمضمضة إدارة الماء في الفم باللسان ثم مج الماء وهل المج من مسمى المضمضة أو لا يأتي الخلاف في ذلك منهم من يقول أن المج من مسمى فلو ابتلعه ما سمت مضمضة ومنهم من يقول المجرد إدارة الماء في الفم ابتلعه أو مجه لا يختلف لأن المقصود به حصل وسيأتي هذا إن شاء الله قال رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل وداود بن شبيب حدثنا موسى بن إسماعيل وداود بن شبيب قال حدثنا حماد عن علي بن زيد والعلي بن زيد يعني بن جدعان هو المضعف عن سلمة بن محمد لابن عمار بن ياسر عن سلمة بن محمد عن سلمة بن محمد بن عمار بن ياسر قال موسى عن أبيه موسى بن إسماعيل وقال داود بن شبيب في روايته عن عمار بن ياسر عن أبيه محمد بن عمار فيكون الحديث مرسلا وإذا قيل عن عمار بن ياسر قالوا سلمة ما سمع من جد حمد حمد حمار من جدد حمار فالخلل حاصل مع ضعف علي بن زيد والحديث مخرج كما ترون عند الإمام بداود وأيضا ابن ماجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من الفطرة المضمضة والاستنشاق ولم يذكر إعفاء اللحية وزاد الختان ما يؤثر في صحة الخبر أن لا يذكر في حديث ويذكر في حديث آخر إذا صح مثل علامات المنافق ذكر بعضها في بعض الأحاديث وبعضها في بعض الأحاديث وكلها في الصحية المضمضة والاستنشاق فذكر نحوه ولم يذكر إعفاء اللحية لكنها ثابتة بأدلة صحيح وزاد الختان وزاد الختان وجاء أيضا في أحاديث صحيحة وهو علامة المسلمين بالنسبة للرجال الختان واجب مؤكد وهو علامة اختلف بها المسلم عن غيره بحيث إذا وجد في القتيل وقد اختتن حكم بإسلام وعوم المعاملة المسلمين وفي حديث هراقل انظروا هل تجدون مختت ليستدل به على إسلامه فيسأل عن هذا الرجل الذي هو محمد عليه الصلاة والسلام وجدوا بحثوا فحصل ما حصل في القصة المشهورة في أوائل البخاري والختان واجب ولا يتم الواجب إلا به إضافة على ما جاء في النصوص من كمال الطهارة لا يمكن أن يتطهر الرجل استنجي استنجاياً مجزياً إلا بالاختتام وأما بالنسبة للمرأة التي يشملها ما جاء في نصوص الفطرة أكثر أهل العلم يستروحون إلى استحبابه دون وجوبه لأنه ما يترتب عليه ترك واجب قالوا ما كرمى للنساء وعلى كل حال الاستحباب متجه ولكن لا يجب مثل وجوبه على الرجل لأنه لا يترتب عليه عدم الطهارة قال والانتضاح الانتضاح قالوا أصله استعمال الماء نضح الماء على الفرج والمقصود به الاستنجاء هذا الأصل فيه وإذا ذكر مع الاستنجاء فالمراد به نضح الماء على الفرج من أجل دفع الوسواس لا سيما إذا وجد المذي كما جاء في الحديث الصحيح علي رضي الله عنه كان رجلاً مداءً فأمر المقداد فسأل النبي عليه الصلاة والسلام قال لينضح فرجه ثم يتوضع مثل هذا هو الذي يقضي على الوسواس إذا نضح الفرج والسراويل وأعاد وأرجع ما يجده من رطوبة إلى هذا المنظوح انقطع عنه الوسواس وإلا سيبقى معه ويتطور كما حاصل مع كثير من الناس ولم يذكر انتقاص الماء عن الاستنجاء لأن الانتضاح يكفي عنه لأن الانتضاح يكفي عنه إذا أولناه بالاستنجاء أو أولناه إذا وجد معا الاستنجاء بنضح الماء فإنه يكفي والحديث كما ذكرنا فيه ضعف بسبب ضعف علي بن زيد وأيضا الانقطاع الحاصل فيه مع أنه يشهد له الحديث السابق لا سيما في بعض الألفاظ قال أبو داود وروي نحوه عن ابن عباس يعني موقوفا عن ابن عباس وصحيح عن ابن عباس صحيح وقال خمس كلها في الرأس خمس كلها في الرأس وذكر فيها الفرق ولم يذكر إعفاء اللحية والمراد بالفرق فرق الشعر كان النبي عليه الصلاة والسلام يسدل ويرسل شعره موافقة لليهود فلما أيس منهم فلما أيس منهم فرق شعره من باب المخالفة وكان يحب موافقتهم في أول الأمر رجاء في إسلامهم فلما أيس منهم آمر بمخالفته لا وافقهم من هجرته عليه الصلاة والسلام إلى قبل وفاته بيسير على صوم يوم عاشور وفي آخر عمر قال لَإِن بَقِيتُ إِلَى قَابِلْ لَأَصُومَا النَّتَّاسِ يعني من باب مخالفة لما أيس منهم عليه الصلاة والسلام ولم يذكر عفاء اللحية قال أبو داود وروي نحو حديث حمّاد عن طلق بن حبيب ومجاهد وعن بكر بن عبد الله المزني قولهم يعني موقوفات ومقطوعات مقاطية وصحيح عن ابن عباس على ما تقدم وصحيح عن طلق أيضا وأما من ذكر بعدهم مجاهد وبكر بن عبد الله المزني يشهد له ما تقدم ويكتفى بما جاء عن ابن عباس مع المرفوع قولهم ولم يذكروا إعفاء اللحية هل يضير الأمر بإعفاء اللحية عدم ذكرها في بعض الأحاديث لا إذا ثبت الحكم بحديث ولو واحد ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام لن أحتاج إلى غير لأن بعضهم قد يقرأ ويذكروا عفاء اللحية وذلك يذكروا عفاء اللحية حديث هذا والذي قبله يظن الأمر فيه شيء لا وثابت بنصوص صحيحة صريحة قطعية لن أحتاج إلى مثل هذه الآثار وفي حديث محمد بن عبد الله بن أبي مريم وفي حديث محمد بن عبد الله بن أبي مريم عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه وإعفاء اللحية فيه وإعفاء اللحية هو صحيح مرفوع إلى النبي على الصلاة والسلام من حديث أبي هريرة وعن إبراهيم من نخعي نحوه وهو أيضا صحيح موقوف على إبراهيم وذكر إعفاء اللحية والختان على كل حال إعفاء اللحية ورد فيها النصوص الصحيحة القطعية من قوله عليه الصلاة والسلام ومن صنيعه من فعله ثم قال رحمه الله باب السواك لمن قام من الليل حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عم منصور وسفيان ابن ابن قاعدة عندنا إذا كان بينه وبين الإمام من صحب الكتب الستة واحد فهو ابن عيين وإن كان اثنين فهو الثوري لأن الثوري أقدم قال أحدثنا سفيان عم منصور وابن المعتمر وحسين عن أبي وائل شقيق ابن سلمة حسين بن عبد الرحمن عن أبي وائل شقيق ابن سلمة عن حذيفة ابن اليمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك والحديث مخرج في الصحيحين كان إذا قام من الليل كانت تدل على الاستمرار ويأتي ما يدل على ذلك على الاستمرار كل ما قام من الليل يشوص فاه بالسواك والشوص الدلك يدلك فاه بالسواك ومن جعله بمعنى الموس الشوص والموس قال يغسل هذا كلام الخطاب شاص فمه وماصه يعني غسله ويتجه هذا إذا قلنا إذا اقترنا السواك بالوضو قلنا يغسل وإن لا فالشوص إذا كان من دون وضو إذا كان التسوق بدون وضو فلو يسمى غسل إلا بالمعنى الأعم الذي هو التنظيف لأن الدلك بالسواك يزيل كما أن الماء يزيل الغسل والحديث كما قلنا مخرج الصحيحين وهو أيضا عند النساء وبن ماجة وجاء في حديث عزي لابن ماجة من سبق العاطس الحمد أمن الشوص واللوص والعلوص هذا عزي في بعض المصادر لا سنب ماجة لم أقف عليه فيه بعد البحث الطويل على كل حد ما يعني الشوص واللوص والعلوص من سبق العاطس بالحمد أمن الشوص واللوص والعلوص ما يعني يقول الحمد الله قبل العاطس سبق العاطس بالحمد أو يشمته ولو لم يحمد الله الذي لا يحمد الله لا يشمد على كل حديث لا يوجد في سنة بن ماجة وصرح بعضهم بضعفه وهما ظن مدام ما يوجد في الكتب وفي الدواوين المعروفة على ما على عدم ثبوته قال رحمه الله حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا حمد قال حدثنا بهز بن حكيم بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري فيه كلام لأن المضاعف وإن كانت السلسلة بعضهم يحكم عليها بالحسن إذا كانت عن أبيه عن جده عن زرارة بن أوفا زرارة بن أوفا من العباد مشهورين وهو الذي سامع الإمام يقرأ في صلاة الصبح فإذا نقر في الناقور فحصل لو ما حصل قل وقع مغشيا عليه مات فإذا نقر في الناقور يعني نستحضر مثل هذه الأمور هل هذا مثل هذا يؤثر فينا لكن لكنه الران الذي غط على القلوب بعضهم يقول مثل هذا ما ينسب لبعض السلام من هذه التصرفات ما هو بصحيح لو صحيح كان النبي عليه الصلاة والسلام أولى به حتى أن ابن سيرين يقول هذا الذي يغم عليه ويغش أو يسقط ضعوه فوق جذار وانسقط فوقه صحيح ولا تمثيل يصير هذا ذكر عن بن سيرين لكن الشيخ الإسلام يقول ما فيه ما يمنع من وقوع مثل هذا حوادث كثيرة جدا نقلت عن بعض السلام لأن القرآن ثقيل الناس نلقي قولا ثقيلا ليس بالكلام العادي ولا شك أنه مؤثر لو أنزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا لا شك أن القرآن مؤثر لكن يبقى المقابل قلبه عليه الصلاة والسلام أعطي من القوة ما يتحمل مثل هذا القول الثقيل ومع ذلك إذا أوحي إليه يحصل له ما يحصل الصحابة أيضا أعطوا من قوة الإيمان واليقيم والقدر على التحمل فما ذكر عنهم الله شيئ يصير جدا يتأثرون ويبكون ويحصل لهم بعض الأشياء لكن ما يصل إلى حد الغشي والموت وجد هذا في التابعين لما ضعفت القلوب مع استشعار تأثير القرآن وقوته حصل لما حصل خلف بعد ذلك خلوف قلوب ضعيفة بل ليست شيء بالمقاربة من قلوب السلف لكن لم يستشعروا عظمة هذا الكلام وصار يمر عليهم مثل ما يمر عليهم من سائر الكلام ما نقول أن المتأخرين الذين يتأثرون قلوبهم قوية لا والله أضعف من الضعيف بدليل أنه لو حصل له أدنى مصيبة يتحمل الله ما يتحمل في نفسها أو مالها أو ولد ما يتحمل قلب ضعيف واليقين شبه لا شيء جرابنا بعض الحوادث خرجت النتيجة صفر صلى جل وعلا أن يمن علينا بحياة القلوب والأنس به والتلذذ بمناجاته لكن قلوب يخرج الإنسان من صلاتك أنه ما صلى ما أثرت فيه شيء والله المستعى عن زرارة ابن أوف عن سعد ابن هشام عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوضع له وضوءه عن الماء الذي يريد أن يتوضأ به وسواكه هو الذي قال لو لا أنا أشق على أمتي لآمرتهم بالسواك عند كل وضوء وأول من يمتثل ويبادر هو عليه الصلاة والسلام يمكن أن يوجه ولا يفعل عليه الصلاة والسلام والآن تصدر الأوامر ممن له الأمر ولا تجد قبول عند المأمورين لماذا لأنه ما يمتثل له ولا من حوله هذا مشكلة إذا لم يبادر بالامتثال ويلزم من حوله بالامتثال ما صر للأمر معنا ما أطعوها الناس يوضع له وضوءه وسواكه فإذا قام من الليل تخلى أتى الخلاء وقضى حاجته ثم استاك استعمل السواك مع الوضوء عليه الصلاة والسلام والحديث من أفراد أبي داود وهو صحيح قال رحمه الله حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا همام عن علي بن زيد بن جدعان تقدم بيان ضعفه وثقه الشيخ أحمد شاكر ضمن مجموعة كبيرة من الرواة الضعفة الذين جمهور أهل العلم على تضعيفهم وثقهم في حواشيه على المسند وعلى الترمذي لكن هذا من الساهل رحمه الله عن أم محمد زوجة زيد بن جدعان وقال أهل العلم أنها مجهولة مجهولة العين والحال مجهولة عين لأنه لم لم يروي عنها إلا علي بن زيد مجهولة الحال لا يعرف فيها جرح ولا تعديل عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرقد من ليل ولا نهار فيستيقظ إلا تسوك قبل أن يتوضى لا يرقد من ليل ولا نهار الحديث في ضعف لكن لا يرقد من ليل فيستيقظ إلا تسوك قبل أن يتوضى يشهد له الذي قبله فهو مقبول أما نهار فليس له ما يشهد له فيبقى على ضعفه ثم قال رحمه الله حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حسين عن حبيب بن أبي ثابت عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن جده عبد الله بن عباس قال بدت ليلة عند النبي عليه الصلاة والصلم والحديث مخرج في الصحيحين وفي كتاب العلم من صحيح البخاري وفي مواضع كثيرة خمسة وستة مواضع وسيأتي في كتاب الصلاة عند أبي داود قل بدت عند خالة ميمونة وذكر القصة بطولها في أوائل الصحيح وهنا يقول بدت ليلة عند النبي عليه الصلاة والسلام فلما استيقظ من منامه أتى طهوره أتى الوضو الماء الذي يريد أن يتوضى منه فأخذ سواكه فاستاك من باب السواك عند كل وضو فاستاك ثم تلا هذه الآيات إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب حتى قارب أن يختم السورة أو ختمها حتى قارب أن يختم السورة أو ختمها يعني إلى أخي سورة آل عمران وقوله حتى قارب أن يختم السورة يحل عندنا إشكالا كبيرا وهو أنه في بعض الروايات ختم السورة وفي بعضها ثم قرأ العشر آيات من سورة آل عمران والآيات من قوله إن في خلق السماوات والأرض إلى آخر السورة 11 حتى قارب أن يختم السورة أو ختمها وعلى كل حال سواء كان قرأ العشر فقط أو أقل من ذلك أو أكثر حسب ما جاء في الروايات القرآن محفوظ مصون من الزيادة والنقصان ولا يؤثر به مثل هذا لأن لا نرجع إلى مثل هذه المتشابهات فنقضي بها على المحكم وقوله حتى قارب أن يختم السورة يحل الإشكال ليس لأحد كلامه أو ختمها ثم توضأ فأتى مصلاه فصلى ركعتين ثم رجع إلى فراشه ثم توضأ فأتى مصلاه فصلى ركعتين ثم رجع إلى فراشه فنام ما شاء الله ثم استيقظ ففعل مثل ذلك كل ذلك يستاكل ويصلي ركعتين ثم أوتر فعل ذلك خمس مرات أو ست كما في بعض الروايات فيكون صلى إحدى عشرة ركعة أو بعض أو ثلاثة عشرة بل وجدت في بعض الروايات كانت محفوظة أنه فعل ذلك سبع مرات ستصلى خمسة عشرة كل ذلك يستاك ويصلي وهذا هو الشاهد وأما ما يتعلق بصلاة الليل سيأتي إن شاء الله تعالى في موضعه ثم أوتر والحديث كما قلنا مخرج في الصحيحين في البخاري في مواضع كثيرة وفي مسلم أيضا قال أبو داود رواه ابن فضيل عن حسين قال فتسوك وتوضأ فتسوك وتوضأ وهو يقول إن في خلق السماوة حتى ختم السورة يعني جزم بأنه ختم السورة وفي الرواية الأولى تردد ولعله فعل ختم السورة في وقت وقارب ختمها في بعض الأوقات لأنه قد يغلبه النوم ويبقى عليه آية أو آيتان فلا يتمكى من ختمها لأنه في وقت نوم النبي عليه الصلاة والسلام كل ما استيقظ قاموا صلى ونحن نعجز عن الذكر اللي ما يحتاج لأن تبوهم متوضأ تخشى أن يذهب النوم ولا يرجع لا الذكر ذكر ابن القيم رحمه الله في البرنامج الذي يسير عليه المقربون أن من أعمالهم في برنامجهم الذي يسيرون عليه المحافظة على أذكار النوم قال وهي نحو الأربعين أذكار النوم نحو الأربعين كم نعرف منها وإذا عرفنا هل نطبق الإنسان أحياناً يكسل عن شيء هو مضطر إليه يصير فيه مرض فلا ينفذ في يديه يقرأ الإخلاص والمعوذتين ويمسح ما أقبل من جسده وما أدبر وهم يمس الحاجة إليه كل هذا من الكسل ومن تثبيت الشيطان فضل عن كونه يكسب من الحسنات ما الله ما لا يستطيع حصره في أذكار معدودة وفي مدة يسيرة لكن الحرمان ليست له نهائي ووفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين